اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لازم انو اخطأ بشي تألو اشتركوا في القناة الحمد لله الحمد لله لكل شي فرحة ما كذكوش دائما من شي دائما بحكم ان الحياة كيف ما كنعرفو الناس صعبة ولكن قدر منقول لك ما فرحاناش بزاف ما فرحاناش بزاف غنهضرو انا وياك على حكيتك الناس بغوا يتعرفوه على حكيتك من خلال احكي الشهر غا تقولي لي علش ما فرحاناش غا تقولي لي بزاف دياللي ديتاي ولكن شا تكدعكا ولكن بسنقدرش نكون جدية باك وانتقول الناس اللي كيسمعونا كيشوفونا بان ابتسام كتربطني بها صداقة ولكن اليوم ماشي صديقة ديالي اللي في البرنامج فنانا وانا كان حورك غنقولك بان تفاصيل حكيتك غننتعرفو عليها دابة شوية في وغنبدو بالفقرة اللولى اللي هي درجة درجة ولكن قبل ما نمشي ولهاد الفقرة غنعطيك هاد الكورة اللي كانعطي لديه فيها كاملين هاد الكورة هي أنتي تخي فيك تخي فيك تخي لهالدرجة أنا آه تتتتتتتتتتتتعملي مع الأمور بستخي ما في مثل حوالو لاستخي ما في مثل حوالو الأستخي ما في غيرتشي حاجة وولف يعني صفيفاش كتكون دوزي واحد الفترة دي الستخاس كبيرة كيبقى فيك وخد دوز الفترة دي الراحة كتقول لي مولي فعله أنا ما فهمتش في واحد الفترة دي الحياتي حتى الثمانية وعشرين عام ما كنتش كنتسوق ما كنتش كنتسوق قاع ما لاباليش الحياة السيدة الحياة زوينة وخازة ما تقلب ولا تقلب كيف مما بغت بغيبان زين في دماغي من ورا هاد الفترة هادي بغيبان زي ابتسام وحتى ابتسام بقباش علاش طغيرة يعني تفاصيل صغيرة والكبيرة أدقل حويش واللي سكنتقق عليها وهذا حاجة خيبة بغيبان أنا مش عنا وياك دابل تفاصيل شخصيتك توتسويت في درجة درجة أنتي واجدة ابتسام أنا واجدة منيشت مرحبا بكي ابتسام درجة درجة ضيفتنا يا ابتسام العروسي على غاديو دوزين ودوزين بايما في هاد الفقرة ابتسام بحال دويوفي كاملين كان عطاهم واحد درجة درجة دي الحياة الفقرة اسمية درجة درجة ويقولون يا دويوفي فين كينين في هاد فين تشوفوا راسهم في هاد الدرجة وكل درجة عندها لون حسب اختبار ديسك نمتلنا باختبار ديسك غي مسألة نسبية موشي مية في المية فيك تشوفي راسك فين درجة درجة اللولى الدرجة الثانية التالتة ولا الرابعة اللي هي القيمة أنا كيبالي يالله هزستلو يالله هزستلو مازال قاما مازال ما بشيتش تن درجة مازال ما بشيتش فين عين درجة كتشوفي راسك هي بالصراحة كيبالي دائما في الدرجة اللولى درجة اللولى ولو نوصل 60 عام 80 عام اللي طول في الأمر عند قد دائما في الدرجة الدرجة اللولى هي لون الأزرق ولون الأزرق عنده واحد صفات عندها الاسم الشخصية اسمتها المتوافقة ولا كونفورم ياك الشخصية الكونفورم عندها صفات وعندها نقاط ضعف ونقاط قوة نقاط القوة هي دقيقة من صفات ديالها هي دقيقة وقلتي لي فاشو بدين البرنامج قلتي لي أنا هات السنوات الأخيرة واللي كانستعمل الدقة بزاف كيفاش دقيقة ما كيعيك شهد شي كيعييني بزاف كيعييني بزاف ولكن ما شي الخطري بعض المرات يعني كتلقيش حاجة كتتحكم فيك كنتي هكا كوليتي ديرا يعني باش ترجعي كيف ما كنتي نو كتقولي يمكن حتل يعني في شخصية ديالإنسان كيقولك كل سبع سنين كتتبتل يعني كل سبع سنين كيتزاد في عشي حويش كتنقص في عشي حويش كتتبنها شخصية فكن قولنا هدي شخصيتي جديدة خصني قبل عليها كيف ما هي تنشوف فين غديني وخا قلتلي بأن انتي في الدرجة اللولى وانتي ما شاء الله عليك اسم معروف عند الناس نجحتي في بزافة الأعمال تعرفوك الناس كيبغيوك الناس ومحبوبة عند الناس بزاف ضيوفي قالوا للدرجة اللولى ما شوف بوحدة قلتلي للدرجة اللولى هدي كما هاد سؤال كنسولو لضيوفي كاملين هدي فوس موديستي أو لا تواضع مزيف لا لا ما شو مزيف شخصيا Brady ما شو مزيف لأنه كنشوف الدرجة اللولى إذا بقيت فيها هيبقى راسك صغير إذا بقيت فيها غادت بقد تشجاهد ولكن كنطورو في الحياة تقلب لبلاغ كنطورو في الحياة كنطلعو في الدروج مثلا بقوش غير في الدرجة اللولى لأنه إلا بقينا في الدرجة اللولى راه مشكل ما كان تطوروش هي مجازية كنأكلها باش تبقى دائما بينك وبين راسك رجلك في الأرض ولو أنك توصل أنا كنشوف هنا مثلا في المغرب وخد توصل معرفين توصل تقدر لعمل أخر ما تخدمش تقدر يعني توصل قمة النجومية وتاخد أحسن ممثل الجمهور كله يسفق لك ويبغيك في واحد البرسوناج ولعمل أخر كأنك لم تكن ما كيش يعني ما كيش في غامة واستمرارية في هذا الميدان كي خلعت عدل موضوع؟ كي خلعني الميدان كله ديالي أنا إنسان لكن أمن برزق بيدي الله لكن أمن بأن هذا العمل ديالي ولكن هو عمل غير قار غير يعني غير مستقر دائما كتبقى مخلوع دائما يعني واشا تخدم فريلانس غير فريلانس كي يخدم ديال راسو كي يخدم راسو ولكن في الميدان ديالنا دائما كتسنا أن الناس اللي يعطوا لك يكونوا كاتبين سيناريو وشركات إنتاج وما نعرف أشنو فصعيب شوية فصعيب هاتك شارش كنشوفوا بزاف ديالناس كيسوف ريو اللي ما كيخدموش كنشوفوا بزاف ديالناس مكتائبين في المجال الفني هذا هو السبب ما أكيد ما كناش ما كناش يعني ما عارفش راسك شنو الأعمال ليندك والسانة ما عارفش ما دخولك ديالسانة ما عارفش نجاحك كيفاش غايكون هات زيادة على هذا بندون الوقت ديالتصوير كيكون صعيب بزاف كتكون عندك واحد الشهور اللي انتا كتعطيها لواحد الأعمال ما عارفش راسك لما أشك تخدم لما أشك تسالي يعني كل نهار بنهاره ديوما خدمتي مائة ثمانية ثلثة قدرت تخدم نجوش تلجوش الليل تغطى كيش الاستقرار ما كيش استقرار ما كيش استقرار ندمتي ندمتي انتي أنا هندخل معك من بعد ولكن ندمتي انتي لاش خطريتي هاد المجال ما نقدرش ندم حسنا في النعنا كنبغي بكل شي لين نقدر نحيد منه ولكن أنا مرد أنا مرد إلي ما درتوش كيش بك تمتيل كيش بني كيش بني ما كيش بونيش الظروف ديالنا ياك كيش بني تمتيل فين فين شي حاجة ديالله سبحانه وتعلم يعني كتخلق انك فنان ولا يعني تدير هادشي فش حاجة ديالك فطرية ولكن الظروف ما كتكونش فطرية احنا اللي كنخيوها فكنتمنى ان الظروفنا تكون ما أحسن في الميدال الفني واخا ابتسام من صيفات ديال هاد الشخصية كنفا هو الحذر علمتك الحياة الحذر من الناس هادشي هو لي ما تلمتوش ما تلمتيش الحذر هادشي هو لي ما تلمتوش وكله مراسي لأنني كنحس براسي بقى أمفان بقى أمفان بقى كنت تتاقي في كل شي كنت تتاقي في كل شي في شوية تحرمية ديال 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 الكبار لكي أي واحد يقدر يعيق بهم فهمت يعني انتي كساحب يقدر نكذب عليك ونقول لك أنا ما خارجيش هيتدو انتي يعيق بي ونديرها لك واحد ثلاثة المرات تكجولي فاهماني وعرفاني ما منقديش منضرش وانطيق في بنادم مشكلة أنني وخنت قرص وخا هدل هدل حنش هدل فاقرصات هدل حنش قرصني كنت صمر وما عرفش وش غباء مني ولا طيبة مني أنا براسي ما عرفاش وخاش حدي ديالك شي حاجة خيبة كتكملي كندوز كندوز إلا كنت كان بغير لإنسان كندوز لي كان قدر ندوز لي شي حويش وهذا غلط ابتساء هذا غلط بيتها تقحز ما كنتبغيش راسي ما كنتبغيش راسك بسيبل كنقولها دائما كنقولها دائما شو ستقولي ما كنبغيش راسي ما ما كتبغيش راسك كتهدري مع راسك كتقولي علاش ندير لك ابتسام بحلق化 علاش كانت scene كنتعامل كنقولها وما كنحنش فيها ما كنحنش فيها ما كنحنش فيها معرفت شعلاش معلمتك ش الحياة إنسانة كانبغي الناس كتر من راسي يقدري نقول كانبغي عائلتي كانبغي ولتي كانبغي صحابي كانبغي الناس اللي كيختموهم أيا أنت مجموعة من الأشخاص وعادة الآن، ومع ذلك، ومع ذلك، فلن يبدو من خطأ كبير حتى لا يمكن أن يقوم بأخذ رأسه ونعرف بأخذ رأسه ونستطيع أن يخسره هذا لا يكون من أيضًا، والذي يريد أن يكون عنه، فإنسان ما يريد أن يكون عنه ترى رأسك أنت ترى رأسك ترى رأسك وأنه لا يكون لديها مشكلة مجموعة لأنه يرى رأسه أخذ رأسه وأنه يرى رأسه غير أخذي كلنا ما صار فين بأخطأنا وكل شي يقول لك أنا مريد يقول لك أنا بيبولي يقول لك أنا بارفير نارسيسي يقول لك أنا فيمشي معرفة سيكوبات كل واحد شنو غادي يقول لك كلنا ناس غير ساوين سواء لله وحده ولا شركة كلنا عنا عنا اضطراب في شبلاسة نعاني من اضطراب نفسي كلنا كلنا نعاني من اضطرابات ولكن الإنسان اللي عنده واحد طيبة في قلبه هو أنه ما يرميش للتراب دياله على لطخ نقدروا كونه تنعاني من اضطراب نفسي ولكن ما نحملوش المسؤولية الآخر لأنه بعد المرات كان ديروا الغالات ما شا نحملوش دفوا هذيك المرات اللي عندنا كان نخرجوه في الناس اللي قدمنا دفوا كانت لقاوه مع الناس مرات وما كان عارفوش شنو يعني لاش هذا الغالات ديالنا ابتسام لتلقي مع الناس مرات حنا اللي كما قلتي ما كان نبغيوش رأسنا باش نخليوا ناس يدخلوا لحياتنا ما كيستهلوش يستهلوش يحلوا الباب ويدخلوا لحياتنا أنا دائماً كنقول في حلقاتي كاملة كنقول بأن الفرصة باش نقول في حياتك هي بوحدها فرصة ما تضيحش لك الفرصة وتقلب على فرصة أخرى را ما نعطيها شليك أكيد يكاً ابتسام كتخدمي بحلقة في صراحة ما كنخبت ما مشاك أنا دائماً طلقة على الله سبحانه وتعالى غريا أنا إنسان اللي ديرا على راسي وحت الحاجز ودرت وقل راسي وزيت من وراء حاجز صحة واجز صفديغة ما بقيتش ما بقيتش كنت رافق مع الناس ما بقيتش الشمائية بزاف ما بقيتش كنت لقى الناس يعني ولا صعيب أنك تدخل لحياتي مشي أنا كريتها ما بقيتش كريت الراسة بوحدة تاجز بكترت السادامات بكترت السادامات بشي وصلش أحد لحياتك صعيب بكترت السادامات بقاش عندي الخاطر ما بقاش عندي الخاطر قاع يعني الخاطر ديال أنني نتلقى ماشي أحد غير بش نهضر في الحياة ما عنديش فمسي جو بخافة غنكون كنتفرجها ديك الساعة وليتك نقدر نقاقدي شوية ديال الطاقة الراسي لأنك رقا متعيب ديكش متعيب متعيب وإلى ما بغيتكش ما تكوني الصح بسي صعيب أنتير نبغيك ولا ما نبغيك نبغيك ولا ما نبغيكش لما بغيتكش إلا بغيتك غن أياط لك وغن تقتل لك وغنقول لك جيندي واجي تشربة ما يقاوف تدر ونمشي ببيجامتي نزك من دارك اللي سقاليك وإلى ما بغيتكش ما بغيتكش ما غنحسساش للإنسان هات ما شي ما يمكنش ما نبغيش إلى غياند يوتوب ما ديرتش حاجة ولكن ما ديش هاتك في لينك ما بيناتناش هاتك النفس ما بنتقاسمش بزيب تلحو هي طاقة ابتسام عمشيو الفقرة الموالية ديالبرنامج وأنا مستمتع بحوار معك وغنمشيو الفقرة التانية اللي هي اسأليني وغنسولك اللي بغيت ابتسام سافي اسأليني وضيفتنا فيحكي الشهر زاد على غاديو الدوزم ودوزم بوائما هي فنان المغربية ابتسام العروس فاد الفقرة للا ابتسام اسمتها اسأليني يك وكنسولك اسئلة نوعا ما مزعجة وخل إزعاج والإحراج واغولاتي ونسبي يك لا فالحسا وشو دير اليسم تختاري اليوم ثلاثة الأضريفة لأن لكل أغلو لمشاتي الزرق بقوا لي صفر والخضر والحمر دائما في إطار أشل جسك أشنو أشمنون كتختار أنا بديت بالحمر تتعجب لها دلون الأحمر كبير يا خاطر أشنو تختار الحمر الدول أحمر خاطر صفر ولا الخضر ولا بجوش الدول الأحمر تيكون خطار إلى حرقناه هو فش يكون خطر هو يك أنتك سهل كتحرقي في الحياة ما كتبعيش القوانين مش يدو الحمر في الطريق أه كتحرق ديما حرق ديما حرق ديما ديما تقريبا تقريبا كندي اللي قاله لي يا راسي راسي قاسح فش يكون فش يكون راس قاسح شحل كنخلصو من بعد قصوحي تراس شكتجيب لنا من بعد كتجيب ستعر كتجيب ستعر أنا عرفها عرفها راسي كنت راسي بأنني راسي قاسح ابتسم هيتش مقدر مقلح على الحاجة لما فيهاش خير كتسري حتك قلت لي بأن أنت يا كتمشي الحاجة الخيبة وكتسري عليها بشي الحاجة الخيبة لي كتدرك فتت خل حاجة عرفها بأنه ممسل كانيش وكمقى فيها كمقى فيها وليح وبغن قادها وكن صيفها من الجناب ويرى على شي حاجة اللي بغن مبينة بأنها مع مرها غتقاد ابتسام أنا سورك واحد سؤال أنا قوله لك بسمحي لي علي ابتسام هي عدوة ابتسام ممكن ممكن بكل جرأة كتقولي لي علاج ما كتبغيهاش والله ما عاربت الحياة صدمات الحياة ما عاربت ما بقيتش عاربها نوصل لبون دي نرجع غير مع راسي نتلقي معها نتلقي معها نقدر نقول لازم حي لي كانت منالك كانت منالك والله إلا من القلب أنا كان عارف هذا الشي اللي كتعودي لي كانت منالك تسامحي معها وأنا كان عارف ابتسام ضريفة وزويدة غير تسامحي معها سامحي معها سافاي ابتسام وعد منك لي تسامحي معها بكيتك بزاف دلمرات لي يوم مهرات شو لقيتني دجعة لأنك نهضر معك من قلبي سأنا وكان سمع لك من قلبي وكان سمع لحكايتك وعندي بزاف ديال الاهتمام لحكايتك شو من درف غير تختاريلي خضر والسفر الخضر والسفر الحمار الله الحمارتي خلعك وخامتي خلعك وانو تتحرق لدو الحمار لقد لك مشكلة وخا هادي اسأليني وكوز قولي فايا أنا اللي طالفك تسولي ألو هاد السؤال هاد السؤال ابتسام موضوع ما كيهمك شغينتي كيهم بزاف ديالنساء هو فقدان الحضانة فاش كتزوج المرأة المطلقة خايفة من الموضوع تكشيلش ما مقرباش من الخطوة خطوة أساسا تتفكري في الجواج ولكن تقولي لا رغا نفقد أنا بشي نقولك أحد الحاجة أنا واحد الإنسانة كنموت على إنسانة كنبغيش حاجة سميتها طار ولاستابلية سبديغ زواج ولكن مشي استقرار غير بش نزوج نخص الإنسان اللي نكون معا نكون نبغيه ونكون نقدر نكمل مع حياتي وكينين أسس مشي غنزوج بش نزوج فبالعكس ما نعراسك من هالتجربة خوفا من فقدان الحضانة نعم ما نعاش راسي ما نعاش راسي لا بالعكس خليها كل حاجة لوقيتها ديالها كنظن أن زامالكس ما غير ديالي مشي إنسان خيب بشي قدر يمنع يمنع أم من من ولدها وليمنع الولد من الأم دياله حاجة وحدة هو أنه يتأكد من أن الإنسان اللي غادي نكون معا غيكون إنسان اللي ساوي وإنسان اللي قدر يطلب ولده ولي يعني اللي غيكون مزيان كتشوفي بأن فقدان حدانة لأم بعد ما كتزوج هو أمر منطقي لا هو أمر غير منطقي أنا ما عرفتش بحكم زا ما تجربتي أنا فاش كتاخد الولد ديالك وكتقوم به فما كيش غير نفاقها والأب كي جيد وطن صنطن باش يشوف ولده كني بساف ديال حواج اللي ما كي إشو مش هدك الأب والوقيت اللي كيكون الوليد مع أمو الأم صبح الله نعمة يعني سواء المحنة ديالها ولا اهتمام ديالها ولا تربيتها رغم ما يمكيش يعوضها شي حد آخر يعني ما يمكنش كاع فصعيب أنها تحتفد الموقف أنه يقدر بي سهل لها مع شي ولد الناس ولا شي حاجة وتحتما بين أنا لكبدة ديالها وش ولدها ولا بنتها أو لد سوش وكي كي لأب ديال الطافلتي يقول أنا ولدي ما يمشيش ما يترباش ولا يعيش مع شي راجل آخر ورا هنا في كي صعيب القدي لأنه هو كي بقى أب كي بقى له حرية الاختيار يعني الوليدات ومالكي يكلوا الطق رغم كيف ما كانت المحكامة ولا ما كينش المحكامة كني أكيدة بأن الأم والأب رغم المسؤولين اللولين إلا تفهموا أنه وشافوا المصلحة ديالوليدات وما كانوا شفى ذيك البغات فاق هوليدات غيمشوا مزيان إلا دازوا المحكامة محكامة بيانسور أكيد يعني ركن وحد تصور لمقنن وليجي من بزاف ديالحواج ولكن كنظن أن الإنسان دائما يمشي ألم ياب ليمشي حبيا على وجه الوليدات واخا ابتسام ابتسام السؤال الثاني اللي كان في الظرف الثاني اللي اختاريتي اللي هو الخضر هو فقدان الأب وفقدان الأب عقدة عندك عقدة 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 كبيرة حت علاقتي مع باب الله رحمه علاقة كانت غريبة جميلة بشو حب توس كتو فقدان أنني نتحرم النو أنا بقى في واحد صغور بقى يلا محتاج لي محتاج لديوات ومحتاج النصائح ومحتاج يكون معايا بارتونار ديالحيات مشا يلا بديت كنحس براسير أنا شكونة أنا رسمي تبتي سامة شحل عمري يعني لوقيت اللي يلا بديت في سن الرشد مشالية مشالية وباقي ما فرحش بياه باقي ما شاف شي حاجة اللي زوينا اللي أنا غنديرها اللي غنديرها راسي فدائما هذا كله ما كيخليني في شكل كيخليني كنحس براسي بلا جنح كنح 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 بقاك محتاج اللحنان دي الباب دي الراجل محتاج اللي بالسعف ويت وحش كنطلب سيدي ربي الله يرحم صعي بسعف هذة الكلمة صعي دائما كنقول فش كندوز يعني اللي بقي عندو هذ الكلمة دي الباب وماما يتال فيهم والوليدة الله يحفظها لي يا رب ولي يخطيها لي بدأي واتها إنسانة متسامحة وطيبة بالسعف كتلومي القدر كتلومي القدر بينكو بالرأس كتقول يا لاش مشا لي بابا علاش مبقاش مبقاش لأب جالي فهذي كل لحظة النيت كلت يعني كلت يعني كنت غنح مقان تستطى كنقول لاش أنا لاش هو لاش هذي لاش خاصة أن أنا ودي أزب وحد المرض وذك المرض كان صعيب كان صعيب وأنا حضرت اللي ديطاي ديال هذك المرض حضرت اللي ديطاي وكنت كنشوف الطعف ديال فاينيه وخمبا كيبغيش يبينو كنح الباب وكل قابة غاليزة ما قادر شتي تحرك من إلى الحيط كن ايني كتجي فاينو كنت كنمرد كل نهار كنموز كل نهار كل نهار لا رحمه وخاصة أن واحد الجملة كان كيقول عليها فاش كان كيدير المنطع على راسو كيقول يبغيت نول بتطلع صفتيغ كان عارف راسو يموت كانت يقول لك بغيت نول بتطلع يغيت نول بتطلع هار تشعل صعيبة أنا هذك الإحساس اللي كان هو كيحس به ديال كي تسن الموت هذك واللي أنا ما قدرتش ما قدرتش تخيله صعيب تخيله ليك ولا تخيله عليه هو تخيله ليه هو كيفاش كيحس المضرة دياله كيفاش كيحس بشيلي بالإيد بالإيد يعني متاستاز يعني ياربي تستر للناس اللي فيهم كنت إليهم ياربي بشيباء والناس اللي كيقابلوهم واللي كيكونوا معهم وعائلاتهم كنت إليهم ياربي يعطيهم كل صبر والقوة بشيقدروا يقضروا بشيقدروا يقضروا يقضروا من ورا هذيك الإكسبرينز مش تكتشوف في أعزمة عندك كيتفرتت لحم كيتفرتت أعدم ما كيمشي حتى كيكون في أعدم بقدهاك كتمشي صورة ديال إنسان اللي انتي كبرتي معا وشفتها كتشوف في صورة أخرى كتشوف في صورة أخرى الله يشاف جميع المرضى والله يرحمه نرحمه بكيتيني معاك ابتسام فقد الأب أنا كان عرف شحال عرف عرف باللي تنتي عندك نقطة نقطة مشتركة الله يحفظ الوالدي الناس الله يحفظ لنا مهمتنا و الله يحفظ لنا أخوتنا أمين والناس اللي كيبغيونا الحب حقيقي أكيد مشي كيمتلوا لنا بأن كيبغيونا أنكملوا بقي فقرات البرنامج وهي فاش نضيره أنا وياك شوية ضغطوش الماكياج شوير بقوش مدمعين الناس مدمعين عيننا الناس حنا باقي ضيفتنا هي الفنانية المغربية ابتسام العروسي وغانمشي دابة الفقرة المجالية كينا ولا ما كيناش فهذا الفقرة ابتسام كينا ولا ما كيناش كان عطيك مجموعة من الأخبار وانتيا كتأكدي لي ولا كتنفيلي هاد الأخبار ما كيعرفواش بسافة الناس ما كيعرفواش الناس كا مع مرة ما خرجت للإعلام ولكن كيعرفها لو طغاش تالك احنا لأن فريق الإعداد دينا فريق قوي درنا تحريات أول خبر هو في مسلسل ابنانة الحديد شهر كامل ما كتهضريش مع الفنان المغربي أمين ناشي ولكن لعبتي معاه قصة حب كينا ولا ما كيناش كينا ولا ما كيناش ماذا ما صورنا الشهر صورنا تلت شهر تلت شهر مهم كيناش حاجة صحيحة في الخبار ولا لا كيناش حاجة صحيحة ويكينا شخبات شخبات شنون لخبات لخبات شنو هي لما وليت كنفكر ويكر فكر شو تسأل وليت كنفكر في اللي تاب ولي متاب لا شوفي أنا كان آمن بوحد الحاجة في الحياة أنا تفش كان هادر مع سيمو حمد بوملي اللي هو مسؤولة لإعداد في البرنامج تلقله نهدر بحلقة بحلقة أنا كان آمن بدابة مثلا نهدرش علام بعد لأن نقدر ركز في المبعد وما كينش دابة أنا كان آمن بدابة توقف جوبني إلى هذه السؤال ومشو السؤال تالي كان آمن لما أنا بغيتك جوب شهر زاد وليت طلبة معي تساعد كينا هاد الخبار كينا شوف كينا بالنسبة لي أنا كانت احترافية من طرفنا بجوج أنا كانت الكاميرا أو للمشاهد اللي كي جمعونا با بلوس فأبارسا ما كانش غا نيطاق ديل هادرابيناتنا أو لاش عاجابيناتنا فكان نفاش كتغالاكسيون وكن الدولة عمل ديلنا كوم يفو كيف ما اخصو يدر مدد دي تلت شور يعني ما كينش حتى يعني ما كيش واحد نسيجام ولا يعني مشاركة وهدرة وهذا قبل من تصوير مش قدروا القولة بيخصونا جيلنا ولا نتعاونوا فيهم ولا بمعرفتش نون تيمكنكم تنجحوا في الدور وخا ما يكونش عندك انسيجام مع الموم التيل هو ما تهدرش معاك وتي ما تهدريش معاك تقدروا تنجحوا فيه وانا اشوف انا ما عندي تش مشكل معاكش حد ما عندي مشكل معاكش حد وما بغاش يكون عندي مشكل معاكش حد ولكن طرف الاخر كيف ما كان سواء يعني الممتيل او الممتيل اخر اللي بغي يدرش تصرف فكان خليه يديره انا هجح تلي تحت نمتل قدام فمدربه رازي رازي ولكن حب ذا لو ان الانسان اللي قدامي يكون انسان اللي مات انسان اللي كبير اللي كيعطيك لان نحنا فن ما شيء فن نحنا كنجيو باش نتقسموا واحد الاستوع وواحد الرسالة وكنكونوا كاملين كعائلة ما غنتلقوش اليوم غنتلقوه غدا ما تلقوش هاد العمل غنتلقو في عمل اخر اكيد كان شوية تنباش وشوية ديل هادا وشوية ديل هادا فانا هدشي كامل فغينا عليه خرج رازي منوش حالاتي الخبار الاخر اللي تأكديلي ولا تنفيلي وكنتمنى ما تنفيش ليه كانتمنى تأكديه ليه لانا مصادرنا مواتوقة بعد كينا دوروف جاك عرض عمل في مصر ورفضته علاش رفضته ابتسام وش بالصح جاك فعلا جاني يعني عرض عمل في مصر ولكن شهرها زاد ما عارشتش أنا ما يعني بحالة تقولي هدك ابتسام ولا تس بغير تخدم غير في بلادها ندير اعمال وندخل داري وطرنكيل يعني الحلم ديالي طفا شكل اللي تفعل ولادها لا بالحكس والدي أكثر حاجة محفزة ليه ده ببجنيش أكثر حاجة اللي يحفدو يعني خليني كرح سبرعسي رانيكينا وخصني خدم وخصني ندير بزيب ديالي حويش ما معرفتش هدك الحلم طفا معرفتش وش كيفاش طفا بتات خاناني تلقيت بزيب ديالي حويش خيبين بتات خاناني تلقيت بزيب ديالي حويش اللي كيت فيوك ولكن ممكنش تقولي لي تفعلك الحلم لأن نحنا هد الحلم كانت تعدبوا عليه انتي كممتي لا تعدبتي وجتي مدينة أخرى وتعدبتي ودرتي بزيب ديالي كاستينج وبتيتي بدروج من الدرجة اللولى ولاقل من الدرجة اللولى بش توصل لديك شي اللي بغيتي ملقيتي تشي واحد عاونك في الطريقة ولا ملقيتيش طريقة معبدة ممكن ليش جيليوما تقولي لي بأن في النجاح ديالك لا أنا طفيت لا ممنوع تفعي ابتسام ممنوع أنتي تحتي هذا بمعنى أنني طفيت في العمل ديالي ولا طفيت كنجمة ولكن الحلم أنني مقا غادي الطموح طموح أنني نمشي المصر ومشي نخدم في لبنان ونرجع ونمشي ندير عمل في فرنسا هاتش مبغيتوش على المسؤولية ديالولدك كنقول دابا على المسؤولية ديالولدية على الاستقرار كنبغيل استقرار كنبغيل استقرار فتاة وحدا فينان أخرى يقول لك لا أنا حمقات سيكون لاخز كي تكوني فمشي أطاطات كوني حمقات كوني فنان ماشي حمق ماشي بالضرورة أنه ويكون بوغديليك ماشي بالضرورة أنه ويكون فمشي نو فنان ممكن يكون فنان ويكون إنسان مستقر ليش كنا أخدوه حنا فكت لقمع بزاف ديالفنانة زيما ديكوليك وكي بغيبي اللي الفن بأنه ورا هوا دكت الحمق وتسطيع وما أردت شنو خصني ندير وما أردت شنو خصني هذا رأي فنان فنان نرى مرفوع لي القلم نو فنان احنا كنا نعطى وحد الحاجة اللي هي زوينا وقدروا نكونوا مقدمين مخلقين كندخلوا لدارنا بكريه وكلنا سو بحجني الصورة اللي على الفنان ونضموا رأسنا كينا صورة أكيد كينا صورة اللي خلق باد المرات الفنان للراسه بشي بي الراسه حمق طيما لبالوج تطع أنا غاي فنان أنا غاي هذا أنا غاي فنان فنان نرى نجوم كبار فنان كعرف راسه قبل أي خطوة كيديرا فنان كأنفليونسي بالناس فنان متبينو جماهير متبينو دي كومينوتي بلوتو يعني الناس متبينك خلسك تتامو حد صورة اللي هي زوينا خلسك تتقف راسك خلسك تكون مزيان بعدم عراسك وخط دورو في كيف ما قلنا دي الفن ما كتساعدك شو لكن تحاول حاول حاول تكون سطابل حاول أنك تتدير ماشي تختار تختار أنك تزوج مثلا وتقدم معك إنسان لا لا ما كتيش قدر ما تزوج تختار مثلا أنا غادي نكون في الفن وغادي ندير هذا والناس يقبلوا له بالي لا الفن رمشي هبال وخا ابتسام غا مشيونا وياك الواحد الفقراء اللي هي تخير وختار وغا نعطيك ثلاثة دي الأسماء دي الممتلات معاك في المجال الممتلاتهم ما شاء الله عليهم مشهود لهم بالكفاءة وغا تختار ليه اسم واحد انتي وجده تخير وختار وضيفة ناية ابتسام العروسي في احكي لشهرها زاد على غاديو دوزام ودوزام بوايما فهاد الفقراء ابتسام كما قلت لك غا نعطيك ثلاثة دي الأسماء فاطم الزهراء قنبوع جاميلة الهوني وأحلام الزعيمي بالله ديبلوماسية بالله تشي لغة أخرى مغير لغة الصراحة والوضوح ومن عينك العيني ومن قلبك القلبي شكونك تختاري فالتلاتة مشكلة أنا مشي نفس الروجيستر مثلا جاميلة وقنبوع مشي نفس الروجيستر مشي مشكلة عتني وحدة فيهم كتختار وحدة فيهم كنا اختارها شكون يلا ابتسام قوليلي جاميلة لعبت معها بالزاف جاميلة الهوني وفاطم الزهراء صاحبتي وعرفها القدورات ديالها جاميلة شفتها في المصرح بزاف وشفتها قبل من نكون معها وقبل من ندخل عن الميدان قاعة في وجهة الدراب فكتب اللي سافة مزارة غزيكون موافقة نرأي بوسكو أنها جاميلة يعني من الناس وخاء جاميلة الهوني كين الخلافات بينكم الفنانات؟ نوهي كينين سمع نغمال بحل أي ميدان بحل أي دار بحل خواتات كيدة بزوف بحل خواتات ولا بحل خوك في الحرف أعدوك؟ كيني ليدو كين لي كي خرج نيابو ما كيعدش وكي لي كي خرج نيابو كيعدو كي زيد القدام خرجوا لي كنياب انتي؟ أنا كن خرج نيابي كتخرجي انتي قبيحة أنا قبيحة إلى الضريت إلى قبيحة إلى الضريت قلت لي في بداية الحلقة بأن أنت يا طفلة وبأنك تحاول تدري شي حاجة مش تحريميات ولكن ما كتقدريت شي ديالي بهادك شي ديالي بهادك الخانة ديالي وده بقبيحة إلى الضريت قبيحة إلى الضريت اللي قرب لك نقدر نعد قدريت عدي ماشي نخرج نياب نقدر نعد ألا ما در اللي كنا قدر ندر حتى أنا قدر ندو ذلك 150 مرة تفهمتيني تلا ذلك 160 تما كتوقعت توقع أنني ممكن نهدر ولكن هلا هدرت فقدر كل شي يتفاجأ شخصية مونيا في بنات الحديد كديرا شخصية واسقة من رأسها ذات راجل المراتو ذات راجل المراتو صائبة تهي مطلومة عندها واحد الباكراوند ديالها اللي جات به بغت جمع الفلوس بغت تأمن الخطاع حياتها ولكن في نفس الوقت الحب من يدخل مقاتي روي اللي أكل شي الحب تيروي الحياة واكرون واخر أرجع لك دابا الحب ولكن قولي لابنة الحديد كيفش لقيتي هذه السلسلة مانيفيك سلسلة كبيرة ورائعة بزاف من الكتابة الإخراج اللي فوق ديال الممتيلين ديال اللي على أكابون كمخرج فغيما هذه السلسلة كنا حطنا لها واحد رهان كبير نجحتوا فيه؟ نجحنا فيه بالنسبة للناس اللي راقتهم وكو يتفرجوا فيها دابا جو سي كبتاتخ من بعد رمضان كنظن أن البرماجا ديالها ما وفقتاش أنا تشابكو ميفو واخا ابتسام فاشكت شبهليك شخصية مونيا خصوحي الترس خصوحي الترس ويلا بغوشي حاجة كيف ما قلت لك لابغوشي حاجة كن بغتر ندير اي حاجة بش زي ما بش ندير اي حاجة بلوتو زي ما هذيك الحاجة اللي بغيتها خصني نتقاتل بش ناختر ويلا ما خديتي هاش جو ديبري بصاح تجي كديبري كتيني ديبري بصاح حاجة اللي تصغير معتناش بسكويت يبكي بحالة دك شكل بكي نبكي بحالكك ابتساما نمشي وانا وياك كتكتشفيني اليوم بلية انا غنعرفك ابتسام وناك اليوم حكيتك مغيرة على هلا كي كان عرفك كلها الناس بصاح كنكتشفك امشي وانا وياك الفقرة الاخيرة في برنامج وغنجمعوغنصولك بزاف الاسئلة ونصولك الى الحياة وهد شي كامل دابف اشقالو نمشي والاشقالو نمشي دحكتك نمشي والاشقالو ضيفتنايا ابتسام لاروسي كيهمك كشي قولو الناس باقا كت تود بخيم بلا مين مانياغ اللي لما خاتتيش بها شي حاجة يلقالو عليك شي حاجة الناس اه بيش وكترني خاطري بس تدرك ما كتسبتيش المناعة السنوات كاملة لانتي في المجال قولو اللي بغوا ويقولو لا يلا غتقولي لي اشنو اكتر حاجة قالو عليك الناس وانتي دراتك دمراتك وقلتي لا انا ماشي هكا علش كيقولو علي بحلاكة صراحة ما كناش حاجة الكبيرة باتت خ بد المرات كيهدرو الى غير لا فيزيبيديت تادي اللي ما ترى اني كينا مشي في اعمل احتكار احتكار فنانة ابتسام العروسي الشاشة وكيناش غيبتسام انا واك نشوف فنانة الدفل اللي كينين بسبعات من يد الامل فترة رمضان وما ما كيهدروش اليهم وانا ما فهمش دمي هلو يعني الناس كيهدرو اكيد من غير ديرا يعف انهم يقدرو اننا قدر بتيزام تكون صورات في شهر جوج هدك الامل ولا اعمل الاخرى صورات هدك الالفين وما كيهدرو الى رمضان اللي فات فهمش لا رمضان اللي فات الحمد لله كان يعني ما يعني كان الناس كيهدرو على اني كان ما شيف عمل ما شيف جوج ولكي كانوا كيشكروا في الجو يعني ما كيش نماطية كيشكروا في الادوار للأبس فهذا فرحني الحمد لله ما كان الناس يعني لي دائما ما نقدرش نحكمه لهم حتى سيباتوا جوغ البوبليك ممكن تكون ممتلة اخرى عند انفو كونت ممكن ايلتا ممكن اذا ما كيحملكش ممكن اذا عندو باعك عدوة يدخل يكون ابوني في شي كونت يعني مش بضرورة يكون البوبليك ديالك ولي كائرك انتي كدخولي هاد التنمر اللي سيكون مرة مرة على الشخصية المعروفة ولي على الممثل بصيفة خاصة يقدر يكون ممثل اخر لما حاملوش يقول عليها شي بسيب وانتي قلت لي يا خوك في الحرفة ادوك انا سولتك انا متنأكدش انا ما عنديش رأي انا هيك السول انا هيك اصيخ السؤال اكتش بيكوش رجل المثل الاو انا وقعت منوش حاجة خوك في صنع دوك اتقال انا ما كنقولش انا شي ممثل او لا ممثل لدار او لا فعل او لا ترك فعلا ما ياروج مش دار دار لي انا ما ياروج انا هاتش كيد دار هاتش كيد دار اشنو اكتر حاجة تقالت عليك ومعجبكش الحال وتقلق حاجة اقدري يكتب ليش واحد خيبا ما يأجبنيش الحال امتي خيبة امتي فتاة جميلة ما عرفتش ما كان كراش الناس قاه يكونوا ضريفين زوينين ما كيأجبنيش الخبط هكاك ما كيأجبنيش الخبط هكاك كيدرني الخبط دي الناس كيدرني كنقدرش عليها فوقاش لقيت الخبط وتتقولي علاش تعاملوا معي انا ابتسام علاش انا قالوا لي هكذا كنلقى يعني الخبط بزاف دي اللي حواجة فما وقيت تواصل اجتمائي كنلقاهم من ناس كنعرفهم كنلقاهم من من اشرا كنلقاهم بزاف دي لحواج مني اي كفية انا بعد المرات كتكوني الناس كتعرفيهم قرابي لك كتبغيهم وكيقولوا فكش حاجة اللي ما كيناش وبعد المرات كيواجهوك بش حاجة ما كيناش اي ابتسام بعد الحلقة بعد الحلقة مستيشي شوية جات كعد الحلقة مستية اه شوية بساح ايش انا كتبغيك من قرابي اي ابتسام اي ابتسام دوك شي حاجة حقيقية هي مجنونة هي مستية فالا بساح بساح الحقيقة كتكون مجنونة اه كتكون بغي كيتعرفوك الناس مستية فشتكون حقيقية تكون مستية اه والله فشتكون كل شي مقاردي هذي كل ما جواق في حسك كل شي بغيبين بأنه وزوين ووا اه ايك كوش يبغيبين ايكزاكتما ونزاها وانا وانا وامتلا وذك شي وفمتي والشخصية القوية احنا ماشي قويين احنا ماشي قويين احنا دعا احنا ضعف بزعب افصد حجمه ممكن تكون ضعيف قداما مكيش واحد ما توش نقطة ضعف مكيش وها اوي انا قوية حتساش متمكينة من خدمتيا حتاش كنجري كنفق في الصباح كنخدم هالسوليات مروقات ضعب ياسوغ انا يا قوة اندي ولكن في السوغة انتي ضعف انتي ضعف فوقاش كادعافي والمن ملسموحي وشكل مسموح لي يشوف الضعف ديالك انا والله ما كاخبي ضعف ما كتخبيش انا ما كاخبيش خص الشخصية المعروفة تخبي ما كاخبيش ضعف حت الضعف كيجيني ماشي قيب ماشي بوان فابل حت بوان فابل ما قالي اندي مقات ضعف فمسي ما لازوت خدشوفوني مات كنتشي نقطة فمسيني ما عرفت وشونسيني فهمتك بتغسي الانتي مثلا ايا نقطة ضعف ديالي فنقطة ضعف ديالي ايا انتي وخلا نقولها لشي احد نقولي هم شعرها زادية نقطة ضعف ديالي ما دوما يدو مني ما كتفقين تلك التحكم في في هذه النقطة ضعف وشكل نقطة ضعفك اليوم والدي والدك الله يحفظو لك الله يحفظو لي الله يحفظو عائلتي خدمتي مقدر نقول لك من هاد اللحظة راسي راسك سافي مبعداد البرنامج مبعداد البرنامج مبعداد البرنامج بغيتي تهتمي وتعطي الاهتمام وتبغي ابتسام موعداني اياك موعدك نحبو قيوة من بعد نشربو قيوة من بعد ونشوفو اش اتلق كي اتطر على على المرأة فاش المرأة كتتلق كي اتطر على اتلاق سي نغمال سي نغمال انك انك تأتطر في اللوال هادا كي تسمى انشوك كنين الناس اللي كي يجوهم دي كريز دانقواز كنين الناس غاتبتل دار غاتبتل هاداك لستابيليتي عندك واحد الحلم انك تكمل حياتك واحد البلعصاء خديتي واحد القرار انك تكمل حياتك مع واحد الانسان ايه طب كل شي تبدل بيسوخ والعقل ما كي تسوأبش كيف ما الجسم ما كي تسوأبش كيف ما النظر ما كي تسوأبش كيف ما بزفتل حويش ما كي تسوأبش فاره العقل ضعيف الدماغ دبقائي في القلب ضعيف يعني باش تقدر هاداك تدوز لك واحد البيغيود اللي خصك تاخده لدعي ديالك تدير وتعرف راسك واحد الرأي مشارك ما عندكش واحد الحيات مشاركة باش قدر ترجع لانك تكون بوح ديتك راسعي فمشي سهلة واخا ابتسام ابتسام كي ديره في الحب لا بس لا مدفل كي كي نأة كي ديره ابتسام في الحب باش كنبغي زمام ما كن مكيكونش فيها كنتمتليش ما كنمتلش ما كيكونش فيه السم ما كيكونش فيها ديك الأخط والأعطاء ما كيكونش فيها زم كي بغينا إيش مرتاحة منك بغينا إيش مرتاحة كنا تكون شي كنبيع الوراق كنا واحد الضاهرة بايتنا هدر معاك فيها هالضاهرة هي فوي له التسوي سوي له التفوي اللي هي إلا ما تتجاوبيش في التليفون وكتديري راسك كتقللي من راسك مش يتقللي من القيمة كتما تبانيش بزاف وتجاوبيه الوقت اللي بغيتي انتي كي يجي الراجل كيكون وفجأة تكوني حاضرة بتيكونش حاضر تيقولوا لي بزاف ديبنات الناس اللي عندهم أقول ضعيفة الناس اللي بغيين اللي ما متأكدينش مراسمو لها عندهم شي مرت كيكون با بصح باش لتاج أقول هاد الخطط ديال أنني نسدالك التليفون غبر ندير ما عارت اشنو باش يالله هاد شي كايني بزاف كاين أكيد وكاينين بزاف لي هاد شي سا مخش باش شي سا مخش با ما خرجاتها هي إلا وأنها هكينا ما يجو تخوف كإنسان الساوي هو اللي كيقول آه تيان هاد بنت الناس كتبغيني بين أليها محترماني كافيها بزاف ديالح واجدونك بارابين أنني لعب معها هاد لعب هذا نحقرها ولا تحقرني ولا فهمتي والبنت لا ممشوز إلا قات واحد وولد الناس اللي هو مزيان وكيبغيها وكيحمق إليها وملتزم بالوقت وكيئيط لها ووصول فيها فما تحقروش بس كيحنا هناك ندخلو في وها في إيدي فهمتي راجل المرأة في إيدي والمرأة والراجل في إيدي ومس بحوة كأيت وتتوصى في كيولي وحد الإنسان كتشبع الغرور ديالك وليغو ديالك كيطلع وكتبدا تمر مدفاديك الإنسان وهناك دائما العلاقة تشدلي نقطع لك باكنت خيب ما عرفتش اشنا هو المشكل ولا اشنا هو المشكل في العلاقة ما أخذش يكون حب بوتادخ ما أخذش يكون الحب والله بوتادخ الاحترام والإجراء والإنسان يكون بعقله ولكن مشكلة الحب برا ما كيشاورش ما كيشاورش ما كيشاورش الشي اللي جي قلت لك قد الحلقة بسطية يعني كتقول وكتضرب في نفس الوقت شهاجة ما كيناش وإنا إتصارة كنآمن بالحب ومنقدرش نقيش بالحب كتحبي دعبة عشان السؤال كي عجبني هات السؤال وخبلا ما تجاوبيش علي آخر سؤال ابتسام وما سخيتش بيك سينا ولله ما سخيت بيك بغيتي تبتلي شي حاجة في حياتك لا نادم على شي حاجة لا الحمدولي لا وي بعد المرات كيف ما كنت لك كنت ندراسي بختياراتي ولا بها دكش اللي كندير ما أكيد تتعلمت منهم أكيد أعطوني طرس كبير وخلوني إنسان يعني يعني كان بداء نضرب ألف حساب وحساب للخطوة اللي من وراها بيانتوا أي حاجة داس كنت تعلموا منها إنسان خطاء بطبع لازم أنه يخطاء باش يتألم إذا ما عمر إنسان نوخها كيجي شي حد كنصحنا ما كنبغي وش نسمعو لي من لو كتبالوش حاجة باشي تألم ما كنسمعوش لي أنا من هات الناس كنبغي نجرب بالراسي فما ندمج كنقول الحمد لله على حياتي لأنا أكيد يعني كتابة كما هي وكنطلب الله أنا ويجي بلي الحواج اللي فيهم فيهم شي حواج ما أحسن من اللي داسه وأنني حياتي تكون ما أحسن على هذا شي اللي داس وأنا كده يسمعوش مزيانه قدر نقول الحمد لله لا بس كي يا ولدي يا صحتي الحمد لله يا ما فاهمي بقايا خدمتي بزرد يا الحواج إحنا كيف ما قلت لك إحنا والأقل ديانا شنو كيشوف بالضبط إحنا مني كنشوف الزاوية اللي كنشوف دائما جي سيدو ديخ منك يبغي يقولي يا دماغي لا راه بزرد الحواج خايبين كنمشي ثاني الجنبل آخر ديال دماغي كيقول يلا الحمد لله وشكري راه عندك بزرد الحواج يخذك تشكري لهم الله شكرا لك ابتسام وانا استمتعت بحكيتك شكرا بزاف شكرا لك شعر زاد شكرا نتمنى الناس يقبلوا لي على الأبوية ديالي وقدردشنا شي شوية وكنا طبيعيين هذا ما كان هدرتي من قلبك وحكيتك ووصلت لقلبي شكرا ابتسام شكرا كل شخص عنده قصة الخاصة والفريدة قصة فيها مسارات شخصية ومهنية مختلفة تفاصيل هذه القصة كتشكل جزء أساسي من هويته وكتأثر على مصاره في الحياة وتبادل في حال هذه القصة كيخلينا نتعلمه ونتواصله مع بعضنا بشكل أفضل نتلقوا مع حكاية أخرى وضيف آخر في إحكي لشهر زاد على غاديو دوزيم ودوزيم بوايما قلوبنا وأدنا أتكون صغية ولن يسكت ضيوف شهر زاد على الكلام المباح بسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر